وعلى ضوء ذلك وصفت المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية الصمت الحكومي تجاه زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ضريف إلى محافظتي النجف وكربلاء ولقائه بشيوخ عشائر ومواطنين وصفته بالخطأ الكبير وتساءل رئيس المجموعة واثق الهاشمي إن كانت إيران ستسمح لأي مسؤول عراقي بلقاء شيوخ عشائرها إلى الآن أنا أشاهد رجال سلطة ولا يشهر رجال دولة وبالتالي تشاهد ذبات إلى الخارج لا تزال حاضرة الولاءات إلى الخارج لا تبدو حاضرة أنا وقفت كثيرا اليوم أمام زيارة سيد ضريف إلى كربلاء والنجف والتقاء مع عشائر وكان عندي شؤال أنا لست ضد إيران ولا ضد أمريكا نريد أن أكون علاقات جيدة مع الجميع لكن التقاء بالعشائر لو كان وزير الخارجية السعودي أو التركي والأمريكي قام بهذا العمل هل سيقبل أكيد هذا أعتقد ولا مسؤول عراقي ذا يسافر لإيران هل يلتقي بشيوخ عشائر في إيران أكيد غير مسموح في تركيا في السعودية غير مسموح الأمر يبدو غريب الحكومة تسكت عن كثير من الأمور سواء مع الأمريكان مع الإيرانيين مع السعودين مع الأتراك مع القطرين وهذا خطأ كبير ترجمة نانسي قنقر